مرحبا كيف الحال؟ إن شاء الله يكونوا بخير بحلقة اليوم سأشرح لك من الألف إلى الياء ماذا معنى؟ محفظة باردي كيف تستعمل محفظة اللجر نانو قد استعملها وتفاصيل إضافية لكي تستفيد وكي تحمي راس مالك من كل شر الموجودة حالياً بالشبكة دعوك معنا للآخر لكي تستفيد أكثر وقبل أن تكمل هذه الحلقة لا تنسى أن تدعمني باللايك وتشترك بقناة نتريك وشكراً لك أعزائي موضوع الدفاع عن راس المال واحد من أهم المواضيع اللي بسببه نشأت عملية البيتكون ونشأت هذا المجال المجال للعملات الرقمية هذه واحدة من المحفظات الباردة أنت راح تشوفها بالأسواق هذه اسمها ليتجر نانو هذا مثال على ليتجر نانو اس لكن فيه كمان معي ليتجر نانو اس بلوس وأنا واحدة من المحفظات اللي بصح فيها هدول هنديتينتين قبل أن أذهب على هذا الموضوع لازم نتحدث عن شراء المحفظة لا شراء المحفظة من المهم جداً تشتريها فقط وفقط من الصفحة الرسمية لليجر دوت كوم في عندي رابط بصندوق الوصف اللي بأخذك بشكل مباشر على الدكان الرسمي ومن هناك يتشتري بأمان فقط عبر هذا الأمر عبر هاي الطريقة يتشتري ما تشتريش عبر أمازون ما تشتريش عبر إي باي ما تشتريش من بائع اللي هو مجهول لأنه في خطر تزييف في خطر تزييف وفي خطر سرقة هناك الكثير من أخبار سميت عنها عن تجار الذين فتحوا المحفظة سرقوا الأرقام السرية وسكروا المحفظة وبعوها للناس المشكلة أن الأرقام السرية لا تتغير بالمحفظة لا تتغيرهم يعني تأتي مطبوعة مع المحفظة فهذه هي المشكلة ولذلك أفضل شيء تشتري فقط من المتجر الرسمي إذا المتجر الرسمي لا تدعم دولتك دور على صديقك الذي لديك ثقة فيه الذي يشتري لك المحفظة ويبعث لك كلما تسافر على أوروبا ممكن تشتري المحفظة ويجيبها معك على دولتك حتى لو المتجر لا تدعم دولتك المحفظة ستعمل من أي مكان بالعالم لا يوجد فيها GPS لا يوجد فيها أي أمر لتقول لك ليس سيعمل بدولة فلانة لا المحفظة ستعمل فقط المتجر لأنه بالآخر كلها اتفاقيات وتجارة على موضوع الشراء أنا شخصيا بانصح تشتره Ledger Nano S Plus وليس Ledger Nano X لأنه Ledger Nano X يوجد بلوتوث وأنا لا يوجد ثقة بتقنية البلوتوث ولذلك أفضل Ledger Nano S بالX بالبلوتوث أي شخص حواليك بعشرة متر في حالة يمكن أن يختارك هذه الموجة يمكن أن يفوت على محفظك لذلك أفضل ما أقرب على هذا الأمر وضلنا على Ledger Nano S Plus الذي يوجد مساحة مثل X يمكن أن تضع فيه نفس عدد العملات مثل X لكن لا يوجد بلوتوث يظلوا مبتعد تماماً عن الشبكة وهذا هو الأمر الجيد بهذه المحفظة عندما تدخل تبدأ تستعمل المحفظة أنت بحاجة تضع تطبيق Ledger Live Ledger Live هو التطبيق الذي أعطيك صورة مفهومة لكي تستعمل المحفظة من نسبة لك أطلب منك الكلمة سرية هذه الكلمة سرية مختلفة عن 24 كلمة هذه الكلمة فقط لكي تدخل Ledger Live ثم يبدأ تستعمل الوضع الذي توجد فيه والعملات التي تستعملها في بورتفوليو هنا أول واحد من طرف اليسار في هذه المحفظة أنا فقط مخزن اتيريوم يفرجوني أنني مخزن اتيريوم يفرجوني السعر الحالي للأتيريوم وقدم نسبة المحفظة هي بالأتيريوم كما ترى هي 100% طبعاً عدد القطع والمبلغ هذا أمر سرية قبل أن نبدأ عن أمور البيو و الوضع سأخبرها قليلاً سأخبرك كيف تضع عملات جديدة على هذه المحفظة لكي تدخل وتفوت عملات جديدة تذهب على Accounts تضغط Add Account على سبيل المثال أنا أضيف BNB Binance Smart Chain سأخبر Continue سأضع كلمة السر على الجهاز و بعد أن أضع كلمة السر على الجهاز سأبدأ أن أضع ما هو حاله و أعرف أنه عملت هذا الأمر و أبدأ أن أضيف له الحساب الجديد فننتظر أن يضيف الحساب الجديد منه كما ترى خلاص قال لي أعمل Open App فأرجع على الجهاز أعمل Open App و أقول لي هنا كتب لي Application is ready يعني أنه المحفظة الجديدة التي بنيتها جاهزة و لكنه سأبدأ أعمل بعض الإعدادات من طرفه سألني كيف تسمى سأتركه الاسم عادي كما هو مكتوب Binance Smart Chain 1 و نضع Add Account و خلاص بهذه الطريقة أنا أصبح تحاطط على الجهاز لدي Ethereum و لدي Block Chain Bitcoin و لدي Block Chain Binance Smart Chain كما موجودة على على Ledger فعندي ثلاثة بلوكشنات موجودة على Ledger في حال أن تتمحى واحدة من الإعدادات التي تضفت تذهب إلى Manager تضغط على Manager تذهب إلى Apps Installed لكي ترى ما هي التطبيقات التي تضفتها و تذهب إلى تطبيقات التي تبدأ عبر الضغط على Install و نفس الشيء ببساطة تطبيقات من المحفظة فلا ترى ببساطة تضيف عملات على المحفظة و تضيف عملات على المحفظة و تضيف عملات على المحفظة طيب أي عملات التي تضيفها من فوق بلوكشن الذي موجود أي عملات من فوق Binance Smart Chain أو أي عملات من فوق Ethereum و أنت تعرف أن هذه العملات مدعومة بال Ledger مدعومة بالمحفظة فأنت تضيفه على عنوان مثلا إذا أنت تضيف USDT بال ERC 20 أنت تضيفه على عنوان Ethereum الموجود معك في المحفظة إذا أنت تضيف USDT بال BEP 20 بال Binance Smart Chain على سبيل المثال سوف تضيفه على عنوان Binance Smart Chain من المحفظة الموجودة معك قبل أن أدخل أو فرجيك كيف أنت ممكن أن تأخذ العنوان هنا فرجيك بسرعة كيف أنت ممكن تفحص هل بالفعل العملي معك مدعومة بال Ledger أو لا هناك صفحة Ledger.com slash supported crypto assets التي تضيفها اسم العملي و ترى هل هي مدعومة أو لا بالمحفظة على سبيل المثال على موضوع USDT ترى أن USDT ERC مدعومة فهي موجودة هنا ممكن تبعثها على عنوان الآثيريوم و طبعا كمان بقولك أنه USDT من TRC مدعومة ممكن تروح وترى أن مدعومة التوكينات TRC مدعومة على Ledger فهيك ببساطة أنت تعرف أي عمل الذي بدأك مدعومة أو لا على أي شبكة و كما مرة أقول لك إذا تبعث عملي من فوق ERC 20 تبعثها على عنوان الآثيريوم و إذا تبعث عملي من فوق Binance Smart Chain على سبيل المثال تبعثها على عنوان عملة BNB وهي ستبعث تحت العملية مثلا لكي أرى هذا الأمر أنا أعرف أنه مرة من المرات كان مع USDT بالإثيريوم الذي نقلته من المحفظة لكن تظلوا موجود هنا ترى أن بعثته على الآثيريوم مبين تحت الآثيريوم USDT لا يوجد أي شيء سفر ناقص مئة بالمئة لكن إذا كان معك يبين لك أنه يقدم معك قيمة العملات التي معك وهيكا أنت تبعث للعملات البداكية إذا كنت تستخرج عنوانك من Ledger تذهب هنا على الطرف اليسار تضع Receive و تضع العملة البداكية على سبيل المثال بدأ أخذ الآثيريوم أنا أعمل استقبل الآثيريوم و أعمل Continue يقول لي تذهب إلى الأب إفتح المفتاح و أعطيني المفتاح هنا أعطيني عنوان الإثيريوم البداية وبعد ذلك أتأكد أن أخذت عنوان الإثيريوم و أفحصته مع العنوان الموجود هنا دائماً نفحص العنوان الموجود أمامك و مع العنوان الموجود على جهازك لأنه هذا الأمامك ممكن أن يكون فيه تهكير ممكن أن يكون أمر فيه فيروس فعلى هذا الجهاز مش رح تلاقي فيروس فعلى هذا الجهاز تأكد ان العنوان هو مناسب ازا هذا العنوان المعاك تاخده بتنسخه وبتحطه بالمحفظة او بالمنصة اللي منها عم تبعت الاثيريوم او عملات ERC 20 من المنصة بعد ما تخلص في حال بدك تبعت عملات من محفظتك لمنصة خارجية بتروح على طرف اليسار بتحط send بتنقل عملة اللي بدك اياها وبتحط عنوان الاثيريوم ERC 20 للمنصة اللي بدك اياها نفس الشيء الUSDT بتحط عنوان USDT من ERC 20 للمنصة اللي بدك اياها Binance Smart Chain نفس الموضوع بتروح بتاخده بتحط العنوان من المنصة بتحطه هنا امامك الآن من طرف العمولة لعمولة الساحب اعرف انه محفظة لجر ما بتاخد عمولة هي بتربحش من العمولة هي بتربح من المبيعات هذا هو مصر ريزيا فنحن لديهم عمولة التي تدفع على الليجر لكن العمولة التي تدفعها هي عمولة كما تدفعها على بلوكشين بشكل عام مثلا اذا انت معك تبعث على ERC 20 على الاثيريوم تأكد انه معك عملات اثيريوم بحسابك باللجر عشان تغير تبعث على سبيل المثال معك 100 USDT لكن معك 0 اثيريوم فانت مش رح تتمكن تبعث الUSDT على محفظة اخرى الا اذا حولت اثيريوم على محفظتك او عملت الـUSDT لبعض الاثيريوم عشان تدفع العمولة عمولة التحويل نفس الامر لباينانس لازم يكون معك BNB اذا معك TRC 20 تضع ترون بحسابك وإلى آخره هذا مطلوب هيك تشتغل البلوكشينات ما فيش طريقة اخرى التي تحلها المشكلة ولذلك انا دائما مثلا بالاثيريوم بمحفظ اضافة بمحفظتك لكي أقدر أبعث في حال احتجت عن طريق Ledger Live هناك امكانية تدخل وتشتري عملات تبيع عملات او تعمل swap لعملات لكي تشتري وتبيع عملات مقابل كاش بال Ledger لدينا شراكة مع أطراف الثالثة اعرف انه Ledger ليس منصة ليس بروكر لا تعمل امر بيع او شراكة هي تشتغل مع منصة اخرى على سبيل المثال انا ابدأ اشتري بيتكوين سأقول سأرى انه لدي اربع منصات التي عبرها ممكن اشتري بيتكوين باللحظة التي دخلت على المنصة ستبعتني على صفحتهم مثلا MoonPay سيبعتون على صفحتهم لكي اشتري بيتكوين عبر طريق وهنا سيحاولون لبيتكوين اشاريته على عنواني بالمحفظة موجودة هنا ونفس عندما أبيع بيتكوين سأضغط على Sell وترى فقط Coinify تقبل انه تبيع تشتري البيتكوين مني وتبعت للمصاري عبر السيبا يعني عبر اداع مصرفية وتبعت للمصاري مقابل البيتكوين اللي انا بيعت لها Coinify طبعا العمولة سترى ان العمولة مرتفعة أكثر من المنصات ولذلك انا لا اصحش بهذا الأمر إلا إذا لديك حل آخر والمنصات مسكرة بوجهك ممكن هذا الأمر يساعدك لكن شخصيا لا نصح هذا الحلو انه بإليجر تقدموا وعملوا اتفائية مع منصات لا مركزية فممكن تذهب الـ Swap على سبيل المثال تذهب على طرف اليسار في عين Swap ممكن تعمل Swap من Ethereum للبيتكون وإلى آخر ممكن اتريوم تدفع العمولة فممكن تعمل Swap لـ USDT مقابل أتريوم لكي تدفع العمولة وهذا يمكن تعمل معك ويمكن تستكشف باقي الأمور الموجودة مع Ledger هنا على طرف اليسار تذهب على Discover وهذا هو الموضوع كيف لا ترى موضوع بسيط لكن يجب تدير باقي بعض التفاصيل أول شيء أعرف إذا ضيعت عنوان خطأ رأيت عليك رأيت كثير أمور أنت مسؤول عنها أنت موجود بمجال لا مركز لا لن يوجد خدمة عملاء لا لن يساعدك في حال تضيعت عنوان خطأ ضيعت الكلمات السرية أو أي مر عن هذا ضاعت رأيت عليك لكن نفس الوقت أنت الحاكم الأول والأخير أنت لا أحد يستطيع يقول لك هات عملاتك أو يبعث عملاتك أو يتحكم كيف يريد عملاتك لا أنت الحاكم الأول والأخير على رأس مالك معك مصارب بلوكشن مقفلات وهذا هو المفتاح ولا أحد يستطيع يقرب عليه كلما أنت محتفظ على المفتاح بجيبتك ومعك إذا استفدتم من هذا الفيديو لا تنسوا التعاموني بلايك وتشتركوا بخناة ترجمة نانسي قنقر وشكرا كثير لوقتكم ومع السلامة